أكد سمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر خلال استقباله وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكين على ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض التصعيد وفتح ممرات آمنة لإيصال الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وضمان عدم توسيع رقعة العنف قليمياً مشدداً على موقف قطر الثابت حول إدانة استهداف المدنيين من جانبه قال رئيس الوزراء القطرية الشيخ عبد الرحمن الثاني وخلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن قطر تسعى إلى فتح ممر إنساني حتى تصل المساعدات إلى قطاع غزة داعياً الولايات المتحدة على وجه الخصوص إلى إنقاذ المدنيين من تبعات الأزمة